خلينا نروح محلياً هنبتدي برضو بالسباحة مروان الأماش نجح أن يتأهل الأولمبيات مروان الأماش لعيب أو سباح مصري من دهب فاز ببطولة أمريكا المفتوحة في سباق 800 متر حرة بزمن 7 دقايق 52 دقيقة 52 ثانية و19 من 10 جزء من الثانية خد المركز الأول والرقم ده أهلوا الأولمبيات توكيون شعرات السنة الجاي عايز أقول لكم أن مروان الأماش يتأهل السنة الدولة الأولمبيات اللي فاتت في ريادو جينيرو نتمنى للمروان كل التوفيق وشوفنا المهندسات إدريس رئيس طبعاً مجلس إدارة اتحاد السباحة وبيبركلوا على صفحته وكنا أول ناس نعرف الحقيقات أهل مروان الأماش هنروح طبعاً لسمكة مصر الزهبية فريدة عثمان اللي نجحت أيضاً في نفس البطولة على حصد 3 مدليات 50 متر حرة والدهب طبعاً بزمن 25 ثانية و1 من 10 من ثانية وحققت فضية 100 متر وحققت أيضاً المدليا في المركز التالي المدليا الفضي أيضاً في سباق 100 متر فراشة الحقيقة طب هتقوله طب ليه فريدة ما تأهلتش فريدة عثمان أصلاً السباق بتاعها اللي متميزة فيه 50 متر حرة مش سباق أولومبي وكان المهند شيف العليان معانا سكريبتير عام اللجنة المنبية وضح ده أن احنا فريدة عثمان الرقم بتاعها أو السباق بتاعها مش مدرك في المنبيات ومع ذلك هي بتحاول تتأهل من خلال 100 متر حرة في السباحة والحقيقة محتاجة بطولة تانية ومحتاجة تحسن أرقام شوية إن شاء الله عشان تشترك في بطولة توكيو إن شاء الله العام القادم